اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين أحمده حمدا كثيرا وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين الحبيب المجتبى والنبي المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات في هذه السلسلة القرآنية التي نبحر فيها مع معاني الوجد ومع أسرار العاطفة ومشهد الوجدان والقرآن مليء بهذه المشاهد العاطفية والوجدانية وكي نبحر فيها ونستشرف ما وراء هذه الآيات من معاني لابد لنا أن نقدم لها بمقدمات مهمة كي نستوعب أسرار هذه الأحداث والحكم التي كانت من ورائها أو بعض هذه الأسرار والتي ستأخذ معنا ما يقارب الأربع حلقات القرآن محتشد بقصص العاطفة بآيات الأحزان بمواقف الوجدان باحتراق القلوب وبعذابات الفقد كل قصة تبعث على انفعال النفس لمن يتأمل وتبعث على انجذابها لتعيش هذه النفس الموقف كما هو تأتي بأسلوب قرآني أخاذ غاية في البيان غاية في جمال المفردات غاية في النفاذ وفي السيطرة على النفوس المتأملة وأراد الله تبارك وتعالى أن تتأثر نفوس المؤمنين وتعتبر وأن يحصل الهدف من هذا القصص ومن هذا المسرح العاطف الشعوري الذي امتلأ به القرآن والأثر الذي أراده الله عز وجل هو أن تقع من النفوس موقعا قويا وأن تشعر بها هذه النفوس والنفس بطبيعتها تتعامل مع المواقف العاطفية بحسبها وتعيش معها وتتشكل بها تعيشها وتتشكل بها لأن النفس في حقيقتها وخصوصا الصافية النفس المهذبة النفس التي تحسن التلقي وتحسن الأخذ عن هذا القرآن العظيم وتتقن استقبال هذه الأنوار إذا ما سمعت بهذا القصص عاشت أسراره وحكمه وأخذت المراد والمقاصد منه والقرآن العظيم نوع الخطاب نوع خطاب العاطفة ليقلب النفس البشرية أو النفس المؤمنة في كل معاني العاطفة ولتنضج هذه النفس تحت نيران الأحزان لأنها بحاجة إلى هزة عاطفية قوية وإلى موقف يحركها ثم بعد ذلك تتغير إلى مراد الله تبارك وتعالى والبلاءات في كتاب الله كلها قصة حزن المواقف العاطفية والمواقف الوجدانية في القرآن كلها قصة حزن واحدة متصلة فيها ترابط مهما تباعد الزمان ومهما اختلفت الأحوال ومهما شطت الأماكن وتناءت الديار فتأتيك إحدى القصص في موقع من الأرض وتأتيك أخرى في موقع آخر من البلاد تأتيك المواقف في زمان غير الزمان الذي تأتي فيه المواقف الأخرى والأحزان تنوعت في كتاب الله عز وجل مواقف العاطفية مواقف الوجد والفقد والدموع والندم والحسرة ومثلت تنوعت في كتاب الله عز وجل فالندم مثلا هو نوع من الحزن رأيناه في قصة سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام مثلا أو في قصة ولده مثلا والندم هو حزن يشتد بحسب الخطيئة ويخف بحسبها وإذا أردنا أن نعرف حقيقة هذا الندم فهو حالة من انكسار النفس بسبب العجز عن الاستدراك حالة من انكسار النفس بسبب العجز عن الاستدراك لأن كل شيء يستدرك ويستطيع الإنسان أن يعيد دفته إلى الوراء لا يستحق الندم أما الشيء الذي يخرج من الإنسان فلا يرجع أو الموقف الذي يحصل فلا يتدارك آثاره ومشاكله هذا هو الذي يحدث انكسار النفس لأنها تعجز عن استدراك هذا الذي فات وهذا ما كان من خطيئة سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام مثلا الخطأ الذي وقع فيه لم يكن له أن يتدارك قد يتوب إلى الله وتقبل الله توبته لكنه أخرج من الجنة فكان ندما عظيما كذلك ابن آدم الذي قتل أخاه هو لما قتل أخاه قال الله عز وجل فأصبح من النادمين لأن الحالة التي لا تستدرك هي مدعاة وهي مظنة الندم الذي لا يستطيع العبد بعده أن يستدرك شيئا والحسرة نوع آخر الحسرة وردت في كتاب الله عز وجل وهي نوع من أنواع الحزن تنبعث من فوات مرغوب أو من ذهاب محبوب على حسب قيمة هذا المرغوب وهذا المحبوب الخوف هو نوع ثالث من أنواع الحزن يعني الخائف حزين لأن الخوف في الحقيقة هو نوع من الضعف في استقبال المجهول فالخائف عندما يتوقع وقوع مرهوب أو حسرة أو خسارة هو تحت وطأة التوقعات والمحتملات وهو في هذه اللحظة في حالة ضعف تجعله في حالة حزن حزن آدم صلى الله عليه وسلم بعد خروجه من الجنة حزنا طويلة برغم أنه لم يخلق للبقاء فيها وكان حزنه عليه الصلاة والسلام مجموعة من الأحزان لم يكن حزنا واحدا وهذا من الأسرار التي مرت ومن الأسرار التي في كتاب الله لأن آدم عليه الصلاة والسلام هو أبو البشرية كلها ويجمع كل شيء في هذه البشرية سواء من الخلقة أو المعاني أو سواء حتى من الأسرار النفسية التي في أبنائه فكان حزنه مجموعة أحزان حزن على الفراق حزن الندم حزن الحسرة حزن الخوف فيما سيستقبله في مستقبله في الأرض إلى غير ذلك لكن التساؤل لماذا كتب الله عز وجل الحزن على آدم لماذا أدخله الجنة ثم أخرجه منها إلى الأرض أما كان أهوى على آدم وأخف على نفسه أن ينزل إلى الأرض مباشرة فور خلقه فلماذا أدخله الله الجنة لما تركه يبكي لما تركه يحزن لما جعله يشتاق لما جعله يندم ويتحسر بل ولما تركه يقع في الخطيئة هل لأن الحزن شيء مطلوب في حياة الناس هل لأن للأحزان أسرارا وحكما كتبها الله وكتب الله هذه الأحزان من أجلها هل لأن الحزن شيء له أهداف وله مقاصد لقد كتب الله الحزن على الأنبياء وعلى الأولياء وعلى الصالحين وعلى الطالحين أيضا على الكفار والفجار فالقرآن حين تنزل على قلب سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم عرض فيه أحزان الأنبياء وأحزان الصالحين وأحزان الدعاء وأحزان المستضعفين وبين فيها كثيرا من مشاهد ومواقف العاطفة والحزن عرض فيها الندم عرض فيها الحسرة عرض فيها البكاء عرض فيها القلوب التي تتزلزل عرض فيها الأحزان عرض فيها الفقد الذين فقدوا أولادا وأطفالا فقدا أبديا أو فقدا مؤقتا عرض فيها حياة عاشها بعض الصالحين فيها من التهم والبهتان والمجازفة بالأعراض والشرف الكثير والكثير كل ذلك وجدناه في كتاب الله عز وجل وكل ذلك أو أكثر ذلك سنستعرضه في حلقات وفي هذه السلسلة إن شاء الله في حلقات متتابعة لم يتوقف القرآن عند أحزان أهل الحق بل أخذ حتى في وصف المشركين أحزان المشركين في العذاب كانت أحزانا شديدة والعواطف التي يصورها القرآن في حالات الذين أصابهم الاحتناك والعذاب في مواقف عند الأخذ وعند الضربات الإلهية التي أهلكت أقواما كثيرا كانت تصور كثيرا من هذه العاطفة وتصور شيئا عظيما من هذه الأحزان فالقرآن في الحقيقة لم يغفل هذا الجانب العظيم الذي هو الجانب العاطفي والأمور النفسية التي تتعلق بقضية الأحزان ومسرح الشعور لذلك عندما نستعرض هذه القضايا نجد آثارها قوية على النفوس ونجد أن الوصف القرآني بلغ إلى أبعد مدى وفي أقصر عبارات وفي أسهلها ليصل إلى نفوس الناس وليحقق المقصد الذي أراده الله عز وجل من هذه القصص ومن هذه المواقف حتى يجد المؤمنون في هذه المواقف ما يدفعهم إلى كثير من المقاصد القرآنية التي ستمر معنا إن شاء الله في حلقات قادمة وإلى لقاء آخر إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة